حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد سيد علي التميمي الخبير القانوني مرحبا بك سيد الكريم دعنا بداية نبدأ من تصريح المرصد العراقي للحقوق الذي وصفت تقرير النهائي لنتائج التحقيقات حول المتظاهرين بالمخيب للأمال هل هو حقا كذلك؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أخي العزيز وسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة بالتأكيد هذه اللجنة التحقيقية برأيي ابتعدت أو تحاشت أن تذكر الحقائق وإنما أحالتها إلى القضاء وهذه مشكلة طبعا كانت منذ البداية تشكيل هذه اللجنة هو غير قانوني وغير صحيح لأنه عدن في القانون الجنائي ما يسمى بتضارب المصالح وأيضا في قانون المرافعات ما يسمى برد القضاء أو كما تقول المقولة فيك الخصام وأنت الخصم والحكم برأيي هذه اللجنة غفلت عن مسألتين مهمة جدا المسألة الأولى ما يتعلق بالقناصين وكشف هوية هؤلاء الجنات المجرمين لأنه عملهم يعتبر عمل إرهابي ينطبق عليه قانون مكافحة الإرهاب وكشفهم لم يكن أمرا صعبا لأنه نحن لسنا في غابة أو بستان حتى لا يمكن تشخيصهم أو معرفتهم خصوصا أنه التقرير ذكر أنه الظروف الفارغة للقناصة كانت هي في وسط الأجهزة الأمنية إذن الوصول للحقيقة هو سهل هذا أولا وثانيا مسألة مهمة جدا غفلها التقرير هي مسألة الهجوم على القنوات الفضائية المؤسسات الإعلامية أنا شخصيا كنت في أحدى هذه القنوات عندما حصل الهجوم شاهدت بأم عيني يعني يرتدون ملابس عسكرية بوجوه كاشفة مكشوفة فبالنتيجة في منطقة أبو نواس يعني ليس التعرف عليهم بأمر صعب أو ذكرهم على الأقل لهذا برأيي هذا التقرير لم يكن مطابقا للواقع خيب الآمال حقيقة وابتعد عن الحقيقة وكان ضبابي مشوب بالعيوب والعوار والمعرة كما تقول المصطرحات القانونية طيب ما الذي يجعل ذلك معرقنا لكشفه على حقيقته سيد علي نعم دعني أستاذ دعني أبين لك جوانب قانونية تتعلق بمسؤولية القادة الأمنيين ورئيس مجلس الوزراء طبعا هذه الجرائم هي أولا لا تسقط بالتقادم في القانون الدولي وبنى الممكن إثارتها في أي وقت من الأوقات هذا أولا ثانيا في القانون العراقي في قانون العقوبات المادة 48-49 هي تعاقب المسؤول أو القائد أو الرئيس وفي قانون العقوبات العسكري في المادة 24 تعاقب الآمر حتى وإن لم يعطي الأوامر وفي المادة 52 من قانون قوى الأمن الداخلي أيضا تعاقب الآمر حتى وإن لم يعطي الأوامر لاحظ استاذنا المادة 28 من قانون البحكمة الجنائية الدولية حاكمت سلفدان ميلوزافيج على قتل المتظاهرين ودفع أمام المحكمة وقال أنا لم يعطي الأوامر قالت له المحكمة حتى وإن لم تعطي الأوامر أنت مسؤول بحكم عملك يتوجب عليك العلم وكذلك محكمة الجنايات القاهرة مع حسني مبارك هذه استاذنا ثواب الدولية في مسؤولية القادة والرؤساء ولاحظ هي لا تسقط بالتقادم بدليل استاذنا الرئيس الشيلي حوكم فيما بعد عندما أحيد على التقاعد وهو على كرسي متحرك جراء هذه الجرائم وقتل المتظاهرين نعم طيب يعني هنا سؤال يبدر أو يظهر في ظل عدم موجود قناعة بنتائج التحقيقات من قبل أطراف سياسية يعني هل من خطوة قانونية تطعن بالنتائج أم أن الوقت قد فات طبعا نحن نتحدث وأننا على بعد ثلاثة أيام من تظاهرات مقبلة هل تظل أن الوقت قد تأخر أم هناك فسحة من الوقت يمكن أن تتدارك بها الحكومة نفسها هذا سؤال ذاكي من جنابك هو طبعا اللجان التحقيقية عندما تشكل تكون هناك توصيات من اللجنة صادق عليها الرئيس المباشر صادق عليها رئيس مجلس الوزراء إذا كان بها جنبة جنائية تحال إلى القضاء يبدو أن اللجنة أرادت أن تنأى بنفسها فوضعت كل شيء في جنبة القضاء هذه نقطة مهمة استاذنا بإمكان القضاء عند التحقيق محكمة التحقيق عندما تنكشف لها أمور بإمكانها أن تصدر أوامر قبض تحري تفتيش توقيف للأشخاص الذين ستظهر حقائقهم يعني اللي هجموا على القنوات الفضائية واللي ضربوا المتظاهرين من الممكن أن تثار في محكمة التحقيق منذ البداية قلنا يجب أن يكون التحقيق قضائيا لنتحاشى هذا التضارف بالمصالح لكن اليوم هم رجعوا إلى البداية فكأنه اللجنة التحقيقية استاذر لم تقم بشيء وتركت كل شيء إلى محكمة التحقيق القضاء اليوم أمام مسؤولية كبرى ليظهر الحقائق لينقب ويدقق ويبحث عن الأدلة وخصوصا القناصين الذين قتلوا هؤلاء المتظاهرين بدم بارد وكأننا في ساحة معركة طيب يعني ربما الآن رئاسة الجمهورية هي الأكثر تفاؤلا إذا صح التعبير أنت تعلم أن اليوم رئيس الجمهورية تكلم عن إمكانية تغيير أربعة قوانين وهي كل من قانون البرلمان مفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكذلك قانون الأحزاب وقانون انتخابات مجالس المحافظات ما هو رأيك بذلك؟ كيف يمكن لذلك أن يغير الوضع؟ هل هذه تعتبر خطوة حقيقية جادة بهذا الاتجاه؟ والله يا أستاذنا العزيز أنا ربما رئيس سوداويا قليلا لأنه أرى بأن المسألة تحتاج إلى حل البرلمان وتطبيق المادة 64 من الدستور حل البرلمان يكون بمقترح من رئيس مجلس الوزراء موافقة رئيس الجمهورية والدعوة إلى انتخابات عامة يسبق ذلك تعديل للدستور هذا الدستور وضع على مقاسات خاصة به الجنبة السياسية تضغى على الجنبة القانونية أن يعدل ويحول النظام إلى نظام رئاسي وتكون انتخابات مباشرة هذا هو الحل في العراق لأنه النظام البرلماني هو نظام أثبت فشله في العراق وأحدث حربا أهلية وهذه مساوى النظام البرلماني لأنه لا يمكن أن ينجح في بلد اقتصاده متدهور ليس فيه رفاه مجتمعي لهذا أنا من دعاة التحول إلى النظام الرئاسي لأنه فيه الحل لنحصل على وحدة القرار ويكون القرار وطنيا ونتخلص من كل الشوائب والذيول الأجنبية المخابراتية التي تعيث فسادا في البلاد طيب وصلت الفكرة سيد علي التميمي الخبير القانوني كنت معنا عبر الأقمار الصناعي من بغداد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر